بسم الله الرحمن الرحيم أروى أمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وفعها ووضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخصغ الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبد العصر والغيحان فبأي آلاء غبكما تكذبان خلق الإنسان من سلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من النار فبأي آلاء غبكما تكذبان وبأي آلاء غبكما تكذبان موج البحوين يلتقيان بينهما بغسخ لا يبغيان فبأي آلاء غبكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمغجان فبأي آلاء غبكما تكذبان وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء غبكما تكذبان كل من عليها فان وبأي آلاء غبكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شعر فبأي آلاء غبكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء غبكما تكذبان يا معش والجن والإنس إن استطعتم أن تنفزوا من أقطار من أقطار السماوات والأرض والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء غبكما تكذبان يرسل عليكما شغاز من النار ونحاس فلا تنتصغان فبأي آلاء غبكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وغتة كاتهان فبأي آلاء غبكما تكذبان فبأي آلاء غبكما تكذبان يُعْغَفُ الْمُجْرِمُونَ يُعْغَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّغَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء غبكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فبأي آلاء غبكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ غَبِّهِ جَنَّتَان فبأي آلاء غبكما تكذبان زَغَاتَ أَفُنَان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء غبكما تكذبان فيهما من كل فاكغة زوجان فبأي آلاء غبكما تكذبان 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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء غبكما تكذبان 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 فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيغات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وفوف الخضر وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباوك اسم ربك ذو الجلال والإقرام بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغات مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذوتهم أو لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الزك وخشي ورحمان بالغيب فبشره بمغفوة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أعصيناه في إمام مبين وضربوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أغسلنا إليهم سنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أغزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا وابنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لإلا متعوته لنغجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لينا أعبد الذي فضغني وإليه توجعون أأتخذ من دونه آلغة إن يررني الرحمن إن يررني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني إذا لدي ضلال مبين إني آموت بغربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي غبي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مغزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يوكم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها ججنات من نخير وأعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار غيذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دوناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات وبهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أوفقوا بمما وسقكم الله مما وسقكم الله قال الذين كفغوا للذين آمنوا للذين آمنوا أندعن من لو يشاء الله أطعبه إن آتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كوتم صادقين ما يوزرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداس إلى أغبهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدا وحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تزلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزواجهم في صلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من وبوحيم وامتازر يوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدب مبين وانعبدوني هذا صغات مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيْغًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُعَدُونَ إِسْلَوْهَ اللَّوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُرُونَ أَلَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْغَايِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدْ وَتَشْهَدْ وَارُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونُ وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَصْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّغَاتَ فَأَنَّا يُبْصِرُونُ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسْخُنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُدِيًّا وَلَا يَرَجِعُونُ وَمَنْ نُعَمْرُهُ نُنَكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ إِنُهُ وَإِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينُ أَوَلَمْ يَغَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمِّ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا نَعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُ يُوصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَسْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحُضَرُونَ فَلَا يَحْزُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ أَوَلَمْ يَغَلْئِ إِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هو خصيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَابَ وَهِيَ غَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا وَنَمَوَّهُ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَغِ الْأَخْضَغِ نَاوًا فَإِذَا أَوْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونٌ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثِلَهُ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا أَوَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ يَاسِينَ وَالْقُرْغَادِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِغَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الْوَحِيمِ لَتُنْزِرَ قُوْمًا مَا أُنْزِرَ عَبَاءُهُمْ فَهُمْ